يلا بنا تعالوا نشوفها مع بقى. اختي جوزي جات والكهرباء قطعين. جايين في الدماء. قطع والله. وطبعا يا جماعة البيت كله صايم النهاردة تعالوا بقى شوفوا. انا عملت ايه? حبيت اشارك كده معاكم اليوم. وكل سنة وانتوا طيبين طبعا. اول حاجة بدأت بيها مكرونة بشاميل دي طبعا في اي عزومة لازم كده اتنور السفرة بتاعتنا. وطبعا اللحمة كنت معصجوها قبل ما النور يقطع. يعني الحمد لله ان انا عصجتها. وزي من انتم ما بتشوفوا كده انا بحطي طبقة خفيفة من البشاميل في الصانية من تحت وبعد كده بحطي المكارونة وفي النص برضو في الحشوة بعد ما بتحطي بقى الحشوة بتاعتك بتحطي معلقة كبيرة من البشاميل. والبشاميل بتاعي بيبقى خفيف. زي ما انتم شايفين كده. آآ القوام ده حلو جدا جدا. ازا اقول لكم لازم توقع البشاميل تبقى كتيرة كده زي ما انتم شايفين بتطلع كريمة جدا. طبعا عملنا برضو صانية جلاش لقيت متبقى معايا لحمة مع الصجة فقلت اعمل صانية كده صغيرة من الجلاش لان ولادها مش بيحبوها لكن انا ولادي بيحبوا الجلاش فقلت يعني تبقى صانية تانية كده صغيرة اندخلها بقى الفرن تعالوا اشوفوا عملنا ايه ادي الصانية جماعة بسم الله ما شاء الله بعد كده ما حطناها كده في الفرن بصوا بقى الوش جميل جدا ازاي وادة صانية الجلاش وكمان عملنا فرخة بلدي بقى تحفة يا بنات تحفة وعالشربة البلدي بقى عملنا شربة لسان عصفور يعني مناسبة جدا عشان احنا طبعا صايمين انا قلت بصراحة ده انسب حاجة للحر مش عايزين طبيق خالص انتو عارفين يعني احنا مش مستحملين قلولي بقى عملته اكل ايه وكل سنة وانتو طيبين